السلام عليكم لبنات كديرات بخير لباس عليكم كنتم بنا ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حل مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الوصفة الرائعة ان شاء الله لحرق دهون الدهون يعني هاد الوصفة هادية لبنات رائعة خصوصا دهون ديال البطن وكذلك هاد الوصفة للسيدات اللي ديرات الريجيم يعني اللي ديرين الريجيم او اللي ديرين الريجيم يبقوا يتبعوا هاد الوصفة هدي يديروا هاد الوصفة بحال هي العشاء ديالهم هي اخر حاجة يعني يتناولوها يعني كلا كنت تنويها على طيلة اليوم ولكن من احسن انك تخليها للعشاء يعني ما تكلتش حاجة من غيرها هي يعني مع السبع العشية السيدية العشية كتاخدي اهد الشربة فقط ولكن يعني ممكن شي فواكيه او شي حاجة ما تاخديش بطبيعة الحل الخبز ولكن انت متبع الريجيم فاكيد ان شاء الله غادي اه تصلح لك هاد الوصفة هادي اه كما كيبلكم يعني المكونات اللي عندي هنا مكونات رائعة مكونات زوينا اه يعني كتحرق لنا هادوك الدهون خصوصا كما كتلكم يعني الدهون ديال البطن فالي الشو المعروف عليه انه الرائع لحرق الدهون كذلك اه الدنجال او البدنجال وحتى المعدنوس كذا هادو كل هم رائعين البناز غدا نضيف معها واحد الجزارة اللي ما بغش ديال الجزارة مش مشكل ولكن من احسن بصلا دارو ريالبنات وكذلك هنا عندي ماتيشة انا درس هاد الكيمية هديس قريبا كتعطاني واحد كان ديال المعليطر وديال الماكتعطاني واحد ثلاثة وكاكتل ثلاثة اربعات ديال الجزارة بنمكن لكم تضعف الكيمية على حساب ولكن من احسن انا كتصبي فقط هاد الكيمية تتسالي وتعود يعطاني الكيمية الاخرى كما كي يبال لكم هنا بعد ما غسلتهم غسلت هادوك الخضار وقطعتهم على ربعة طافي ان شاء الله غدا نجيب واحد طنجرة غدا ندير فيها تقريبا ليترو ديال الماء انا بقى غادي نزيد شيئة الماء تقريبا ليترو ديال الماء وغادي ندير هاد المكونات كلهم نديرهم في هاد الطنجرة ونديرها فوق من العفية ونخليها حتى حتى الطيب يعني من احسن ما تطيبوش يعني الخضار بزاف واحد ربع ساعة ولا قسمين صافي ان شاء الله وقا نحيدهم فالبنت راه وصفة رائعة في ثلث يام البنت غادي يبال لكم الفرق يعني قلت لكم في العشاء ما تخكلو تشي حاجة من غير هاد الوصفة هادي يعني تاخدوش بانية ديال هاد الشربة فقط مع الماء ولا يعني مثلا حسيتو بشوي ديال جوح خضو فقط الفواكه ما تاخدوش شي حاجة اخرى بحال تفاح او الليمون دابا صافي كما كيبال لكم درت جميع الخضار دابا بقى لي ندير غير هاد ليش شو غادي ندير شو غادي ندير لها شوية ديال الماء وغادي ان شاء الله نديرها فوق من هادا فوق من النار حتى الطيبلينة يعني كيبال لكم ربع ساعة ان شاء الله ونرجع معاكم من بعد البنات ما كان ديروها فوق من النار او فوق من العافية غادي ندير لها واحد شوية ديال الفلفل الاسود لي هو البزار غير واحد شوية اه كذلك الكركم من احسن الكركم يمكن لك انك تستغني على البزار ما تديري شنحي تكيع جبني وكذلك شو ديال الملح تستغني على البزار تديري فقط الكركم والملح هادو راه زوينين سافي ان شاء الله ونخليها تبرد واحد شوية نحيدها من نحيدها من فوق منها نخليس برد واحد شوية سافي ان شاء الله او غادي نطحنها اه نطحنها من احسن نطحناها قبقة شوية سخونة يعني دافية نطحنيها راه البناز رائعة غير جربو هاد الوصفة هادي وردو علي ان شاء الله الخبار اراها زوينة انا كنت استعملها تقريبا نمكلي استغدا بها بعد المرة كانت تغدا بها يعني اراها زوينة سافي ان شاء الله غادي نطحن هاد اه هاد الشربة هادي وكذلك البناز حاولوا انكم تشربوا الماء بزاف يعني اللي باقي انها يعني تحيل الكرج او انها تضعف تشربو شربو الماء بزاف مع هاد اه مع هاد الشربة وكذلك تقليل من يعني ما تاكلوش الخبز بزافيني نشوية ما ناكلوه مش بزاف رات قريبا ولكوشي كي يعرف هاد القاضية هادي سافي ان شاء الله من بعد ما اه ما طحنتها فهي هادي له هاد الشكل عادي نعود نطحن الجميع عادة باش نخلطهم عادة باش نخلط الجميع وصافي وكن نقدمها فالبنات راه كاتجي زوينة وكاتجي رائعة صافي غادي نخلطها حيث بقى خيزو وهو لا سميتك شي علش كي بندك اللون بحالها كاك يعني ده بغادي نخلطها مزيان حتى تمتازج لينا صافي اهي وجدات فكما كنتيكم من احسن ايلا بغوش يعني تشربوها يعني اه في في تاخدو مش بنية في الغداء وتاخدو جبانية في العشاء فمزيان بغيتو فقط تخدوها غير في العشاء يعني مع ديك السبعة ديال العشية تاخدو جبانية ديال اه ديال هادي صافي ان شاء الله وما تبقى وتاكلو تشي حاجة اخرى فان شاءنا في تلت يام غادي يباليكم الفرق راه هو وصفة زوينا او حتى يعني في اسبوع غادي يباليكم البنات الفرق فكانت منها ان شاء الله هاد الوصفة انها يعني تكون اه عجبتكم وتكون نالت الاعجاب ديالكم لها وصفة رائعة وصفة غزالة لحرق الدهون وكذلك لتنزيل الوزن فهذه هي وصفة اليوم كانت منتنا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش بلايك للفيديو وكذلك تشجيعي وكذلك دعمي وتبرتجي والقناة سمع الاصدقاء ديالكم وبسلام عليكم ان شاء الله الى وصفة اخرى او فيديو اخر في امان الله السلام عليكم